نبدأ من الأنباء العاجلة التي ترد إلينا من بريطانيا حيث أعلنت الشرطة أنها تتعامل مع حادث خطير ومستمر في نوتينجهام وطالبت المواطنين بالابتعاد عن مكان الحادث وتم تعطيل شبكة المترو هذا وأفادت مراسلة الحدث أن الشرطة أغلقت ستة شوارع على الأقل في نوتينجهام حيث تشن عملية أمنية ضخمة في وسط المدينة وأن السبب ليس واضحا بعد لمعرفة المزيد من لندن تنضم إلينا مراسلة الحدث عروب عبد الحق أهلا بك معنا عروب أطلعنا ما الذي يجري في نوتينجهام مرحبا تهاني يبدو أن الشرطة البريطانية متكتمة على سبب هذا التطويق الأمني الكبير الذي بدأ في وسط محافظة نوتينجهام شاير منذ صباح اليوم ولكن هناك تغريدة على حساب الشرطة قالت بأن الضباط يتعاملون الآن مع حادث خطير ومستمر أغلقت ستة طرق إلى المدينة منذ ساعات وهي في وسط هذه المحافظة بالتالي تعطلت أعمال الناس والمتواجدين في هذه المدينة منذ صباح اليوم من الصور التي نراها يوجد هناك سيارات إصحاف وإطفاء حريق بالإضافة إلى قوات بريطانية مسلحة متواجدة في المنطقة ولكن لا وجود لسبب واضح حتى الآن لهذا التطويق الأمني الذي وصف من البعض بأنه غير مسبوك عادة لا يكون في هذه المحافظة مثل هذا النوع من التطويق الأمني وبالتالي لا يبدو أن السبب سيكون بسبب بسيط ولكن حتى الآن ننتظر لنعلم ما هو السبب الذي تشدد بهذا التطويق الأمني الكبير منذ ساعات الصباح الأولى نعم أيضا هناك معلومات إضافة على ما ذكرتي بأن الاستنفار وسط نوتنجهام يرقى إلى مستوى التعامل مع حادث إرهابي ولكن حتى الآن لم تخرج أي تصريحات رسمية طبعا كما ذكرت يا عروب على كل حال أنا أشكرك حتى هذه اللحظة لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر